اه عايز اقول انه مباراة السيمي فاينل مباراة مهمة جدا جدا تراجي طبعا الاهلا يواجه التراجي بعد التعادل فيه النهاردة التراجي وشبيبة القبائل مباراة كان فيها شغب جماهيري كبير جدا وبالمناسبة الهيئة التونسية لمقاومة الشغب كانوا اصدروا تعليمات وبيان لفريق التراجي بعد ايقاف جماهير التراجي مبارتين محليتين بسبب نفس اعمال الشغب في مباراة السفاقسي ومباراة النجم الساحلي انه المباراتين القادمتين عقوبة مع ايقاف التنفيذ في مباراة السفاقسي واتفعلت في مباراة النجم الساحلي مباراتين ضد التراجي كان فيه عقوبة على التراجي في 2021 زي ما انت قلت يا كريم في المقدمة بانه في عقوبة بمباراتين بدون جمهور مع ايقاف التنفيذ في حالة تكرار الشغب اظن الشغب مفيش شغب اكتر من كده النهاردة المباراة متوقفة والحكام كان مصر على عدم استكمال المباراة لولا أنه كمل المباراة بعد ما تم إقناعه من مسئولين التونسين قولا واحدة مسئولية ملقاة على عطق الكاف في المقام الأول ارساء مبدأ اللعب النظيف وحماية كامل عناصر اللعبة سواء بعثة النادي الأهلي أو اللعبين خاصة أن مباراة الزهاب ستقام أولا في الغالب يوم 12 مايو القادم إن شاء الله في تونس مباراة العودة في القاهرة اتنين مفيش مجال للنادي الأهلي أنه لا يضغط من أجل الحسول فقط على حقه بأنه يلعب المباراة القادمة يوم 12 في تونس بدون جمهور هنا الأهلي ما بيطلبش قرار جديد الأهلي بيطالب بتفعيل القرار السابق أنه عقوبة إيقاف مباراتين مع إيقاف التنفيذ النهاردة كان فيه شغب الأمر بالنسبالي محسوم تماما على قدارة النادي الأهلي من الغد والكاف اصدار قرار أنه مباراة 12 مايو إن شاء الله في تونس تكون بدون جمهور